كما أنهم ينكرون الحد لله سبحانه وتعالى إيش يعني الحد؟ يعني الله سبحانه وتعالى ليس شيئا ممتدا داخلا في كل الخلق هذا نحن أهل السنة نسميه الحد كما قال ابن المبارك نعرف ربنا فوق عرشه بحد وقال كذلك لما سئل أحمد عن هذه المقالة أحمد بن حنبل قال هكذا نعرف ربنا وكذلك أسحاق بن راهوية قال كذلك وكذلك حرب الكرماني نقل هذا الكلام عن حميدي وأحمد وإسحاق وغيره فنحن متفقون على إثبات الحد لله وبعض أهل العلم لا يعبر بهذه اللفظة ولكن يعبر بتعبير آخر فيقول كما جاء في عقيدة الرازيين بائن من خلقه فأما هؤلاء ينكرون الحد لله سبحانه وتعالى ويكثرون المسلمين على إثباتهم للحد